من الكلام على المنافسة لما بين النادي الاهل ونادي ريال مدريد على لقب الأكثر تتويجة يمكن خلاص الفرق التسع لأربع ألقاب بعد فوز الريال بالأمس على بروسيا دورتومند بهدفين مقابل لشي وأصبح دلوقتي الريال عنده 30 بطولة قرية لسه عنده سوبر أوروبي هيشارك مع النادي الاهل في بطولة انتر كونتيننتل بتاعة الفيفا اللي هتتنظم لأول مرة ولكن طبعا الريال هيلعب مباراة واحدة هي المباراة النهائية هينتظر أن الفرق كلها تصف مع بعض عشان في الآخر تلعب مع الفريق اللي هيجي لك من التصفيات ما بين أفريقيا وأسيا وأوكيانوسيا ثم مواجهة ما بين بطل كوبا لبرتادوريس مع أمريكا الشمالية للنهاردة على فكرة خلاص تحدد أنه هيكون هذا الفريق هو فريق باتشوكا المكسيكي فالريال عنده فرصة أنه يزود والنادي الاهلي أكيد برضو عنده فرصة أنه يزود ولكن جميل المنافسة اللي بنتكلم عليها دايما ما بين النادي الاهلي ونادي ريال مدريد وحتى على مستوى الإدارات فيه تواصل مستمر ما بين الإدارتين في فترات تصابقة اللي قدامكم على الشاشة على فكرة ده نظام بطولة انتر كونتيننتل واللي تكلمنا فيها قبل كده في حلقات تصابقة ولكن خلاص احنا عارفين دلوقتي النظام الأهلي والعين وأوكلاند سيتي في قراءة هتتعامل ما بين الأهلي والعين والفايز يعني اللي هيطلع من القراءة هو اللي هيلعب مع أوكلاند سيتي والمباراة هتكون على ملعب بطل أفريقيا وبطل آسيا والفريق اللي هيبقى باي هيستنى الكسبان بس نفترض لو الأهلي باي ويلعب الجولة التانية هينتظر مثلا الفائز بين العين وأوكلاند سيتي والمباراة هتكون في استاد القاهرة أو في مصر لصالح النادي الأهلي وهيبقى فيه منافسة ما بين بطل أمريكا الجنوبية وبطل أمريكا الشمالية والكسبان منهم هينتظر الفائز ما بين الجولتين بتوع الأهلي والعين وأوكلاند سيتي ثم النهائي يوم 18-12 على فكرة السيمي فاينال والفاينال 14-18 ديسمبر ولكن في ملعب محايدة لم يحددها الفيفا والفيفا لسه ما حددش معاد القرعة اللي عن حدد فيها الأهلي ولا العين اللي علعبوا الجولة الأولى فكل ده لسه قدامه شوية وقت على ما الفيفا يحدد كل هذه التفاصيل لأن الفيفا دلوقتي مشغول أكتر بفكرة مونديالي الأنديالة لعب في الولايات المتحدة الأمريكية عشرين خمسة وعشرين لسه فيه تفاصيل ولسه فيه اجتماعات مهمة جدا فيه الأيام اللي جاية وكننا هنا تكلمنا على الجوائز وتكلمنا على نظام البطولة وهتكلمها في فين والولايات اللي هتستضيف البطولة معظم الولايات كلها اللي هتستضيف كاس عالم عشرين ستة وعشرين هي اللي هتستضيف مباريات عشرين خمسة وعشرين سواء في ولاية فلوريدا أو حتى في ولايات غرب الولايات المتحدة الأمريكية عدة ولايات وأكيد البطولة هيبقى فيها تفاصيل كتيرة والمنافسات كمان هتبقى قوية جدا وإحنا لدولة نتكلم يعني من 32 نادي حاليا حاليا في حوالي 28 أو 27 نادي خلاص تأكد تأهلهم أخيره من النهاردة باتشوكا المكسيكي طيب ده ملف